تفيداً لتوجيه السمو ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء أعلن سعادة السيد نواب بن محمد المعودة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف أن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة ستبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل عقد الاجتماعات التحضيرية مع الحملات البحرينية للحج لتنسيق بإشأن الترتيبات اللازمة لموسم حج 1445 للهجرة وأكد سعادة الوزير أهمية التحضيرات المبكرة في تطوير مستوى جودة خدمات بعثة مملكة البحرين للحج المقدمة للحجاج البحرينيين والمقيمين بما يعقس توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع بأحسن وجه تحقيقاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم في توفير أفضل الظروف المساندة للحجاج لأداء شعيرة الحج وقال سعادته أن البرنامج الزمنية الجديد يؤسس لمرحلة جديدة ضمن المسيرة التاريخية لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وسعي الدؤوب لضمان الارتقاء الدائم بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وأكد سعادته أن التقييم الدوري لبعثة مملكة البحرين للحج يشكل أساساً للبناء على ما تحقق من نجاحات في ظل تضافر وتكامل جهود لجان البعثة بمختلف اختصاصاتها بما يصب في خدمة الهدف الأسمى المتمثل في تقديم أفضل سبل التيسير والراحة لحجاج مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر